ودلوقتي الجنين قبل ما نزرعها في الرحم فالستة كمان غير إن هي بتجيب طفل سليم عارفة إنه سليم يعني نتجنب إن هي بجمدت بوايدة في سن 30 سنة وزرعتها في سن 45 هي عندها نسبة نجاح البوايدة 30 وعندها نسبة طفل مغولي بتاع التلاتين بشتاعة الـ 45 وغير إن إحنا بنحل للجنين قبل ما نزرعها في الرحم فنتأكد إن هو مش طفل مغولي كمان بتحليل كروموزوماته بيبقى طفل سليم لكن فرداً واحدة عندها مثلاً 40 سنة لكن قلبها عندها القلب مش عمل لها على حق المجهر يعني هي ما لقى القادة بتقول الحد الأقصى 50 لو ستة سليمة صحياً خالص عشان فوق الخمسين لو هي سليمة عنداش أي أمراض يبقى 50 لحد الأقصى إن بعد الخمسين وده الـ HFA في إنجلترا اللي هي المؤسسة اللي بتنظيمها تقولك ممنوع أنك تزرع جنين فرحم ستة فوق الخمسين علشان حماية إن الحمل خطر فوق الخمسين والولادة خطر ولكن ده لو ستة سليمة لكن لوحدة مثلاً عندها 40 سنة لكن عندها مشاكل في القلب والحمل خطر عليها قانوناً يجب الطبيب أن يرفض أن يعمل لها حق ولا أصوال ولا أي حاجة فديت منظمة يعني موضوع مش متسابت كده بعشوالي